موسيقى أول شي أعرقكم عن حالي أنا منتهمة ميك أمري 40 سنة من 20 سنة تتعاروس على تركيا يعني قبل الحرب قبل الحرب أملأ أربع أولاد ما كنت أشتغل من سنتين سمعت أني فيه مشروع في التحول السوريين بدون حالي مترجمة يعني من جماعة سمعت قدرت على الوظيفة وقبلوني لما أن قدمت على الوظيفة أول شي حتسيت بخوف ورهبة بعدين لما أشتغلت أول شهر صرت يعني أحب الشغل يعني ذات اللغة التركية هون ساعدتني أنا كنت أعرف عربي بعدين تعلمت اللغة التركية شهر شهرين تعلمت أني فعلاً لازم كل مرأة تلاقيها الشغل تشتغل فيه إن فعلاً الشغل للمرأة بغير حياتها معاملتها بالبيت معاملتها مع زوجها مع أولادها بصل لكيان خاص إله يعني بتحس حالة مستقلة بكل شيء آراءة بباركتها بكل شيء يعني بالمجتمع شفيه بغير بحياتي كثير تغيرت بحياتي صد يعني يعني رأي رأي بالبيت رأي بحق مع أولادي أنا بعدما أشتغل حتى خواتي يعني أهلي نظرة تتغيرت حالة قتل صغيرة أصغر مني فتحت محل لحالة سأغطيت بيع بلبوسات خاصة للنساء أختي كمان صارت إغتي الساعة فتحت محل بقاليات هي كما صارت بيا بعد الحرب في نساء سوريات كثيرا عندما أشتغلون يعني أدام أولادنا نحن لم يأتينا من الحرب نكسر لازم نرفع أولادنا أنا بنصح لجميع النساء السوريات والعربيات لازم نشتغل نصير إيد وحدة ونشتغل لأن المرأة لازم تشتغل تكون ست عاملة عاملة بالبيت وعاملة برات البيت لأن حياتنا لازم نشتغل لا نوقف عن نقطة معينة لازم نتعلم ويزء نتعلم hinكسر بالتراح للمشاهدة ولم يتعلم